أعلن رئيس جامعة سهاج مصطفى عبدالخالق عن وصول أجهزة طبية بقيمة 6.550.000 جنيه من هيئة الشراء الموحد لصالح المستشفى الجامعي الجديد ضمن التجهيزات النهائية لقرب الافتتاح الكامل للمستشفى هذا وقد أشاد رئيس الجامعة بجهود الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سهاج وبالأخص فئة محدود الدخل مضيفا أن المستشفى الجديد يعتبر صرحا طبيا كبيرا مجهزا بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فور وصول المريض والتعامل مع الحالة بمهنية عالية الآن بنستوفي كل الأجهزة المطلوبة لاستفاء تجهيز المستشفى الجامعي الجديد الذي تم صرف مليار ومثلين مليون جنيه عليه كمنشآت من هيئة المجتمعات العمورانية الجديدة وتم نقل أصوله لجامعة سهاج تم تجهيزه بالفرش الطب الكامل بمبلغ 122 مليون جنيه من خلال موازنة التعليم العالي ومبلغ 25 مليون جنيه للفرش غير الطبي ويجاري استفاء اللمسات الأخيرة تمهيدا لوضعه ضمن برنامج الافتتاحات الرئاسية إن شاء الله آخر حاجة استقبلنا جهاز التعقيب المركزي وأجهزة التخدير وأجهزة تجهيز المطبخ وتجهيز المغسلة وتجهيز مفرومة النفايات وخزان تاني للأكسوجين عشان يوقع عندنا اتنين خزان أكسوجين بإجمالي ساعة عشرين ألف لتر ضمن منظومة شبكة الغازات اللي موجودة ومنتدة لكل قرف العمليات والعنايات المركزة وعنايات الأطفال اشتركوا في القناة